أزيد من ثلاثمائة شاب وشابة شاركوا في الورشات التكونية الخاصة بالشغل والمقاولاتية بعرض أفكارهم وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم لإنجاح مختلف المبادرات والأفكار الصانعة للثروة حتى تضعف من انخراط الشباب في التنمية الوطنية كان ملتقى نجح بزبزف خاصة فيما يخص للمقاولاتية عاوننا بزبزف أنه إحنا نعطيه أفكارنا ونعطيه مقترحاتنا وعندنا أدان صغية قديشة قيدة عدهجين أمزون يسد غافل سواسوا يسد دي عاون المزين تيزي وزولة دراج ثمورتك متملن أدخل من لفروج نسنة سنوفونتك وبين نسنة أكاقيا عاونت الاقتصاد الوطني تبني مقاربة المقاولاتية كثقافة جديدة يجب أن يتبنيها الشباب الجزائري حتى يكون تكون حل لمشكلة البطالة حتى تكون حل لمشكلة تشغيل في الجزائر شرعت دائرتنا الوزارية في مساعي حثيثة للتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب توجت بوضع أرضية رقمية تفاعلية تواصل في الفاتح من أوة 2023 تهدف إلى رقمانة آليات التنسيق بامع المجلس بالإضافة إلى المرصد الوطني للمجتمع المدني بهدف متابعة انشغالات أعضاء الهيئتين المعبرة عن اهتمامات فئة الشباب وفعاليات المجتمع المدني شباب مبدع ومبتكر يلتقي بأصحاب المؤسسات الناشئة المصغرة والمتوسطة والأساتذة الأكاديميين للعمل وفق أطر منهجية علمية في توسع دائرة البحث والنقاش حول المقاولاتية ودراسة البدائل المثلى التي تساهم في تحسين مؤشرات سوق التشغيل الدولة نزارت لا تشغل بأتنسهلات في تجاه أسوأ شركات ناشئة أسوأ المشاريع التقليدية الآن ما يجب أن يكون لدينا تقفتها يبقى أن نشجع بأتنسهلاته في المجال الضريب الجبائي داعم ومكانية التمويل جد سعيد بهذا الملتقى التي استفت منه بزاف وحسنت بلي فيه نوع من الأمل لأنه بكري واليوم اختلاف كبير بزاف وإن أي إنسان عنده فكرة ولا إبداع ولا فرات اختيار يقدر يسمح له أنه يلقى ناس تقدر تعاونه ونس تقدر تستشير منها وتخلص منها أفكار وخبارات إن هذا الموضوع يشكل أيضا أولوية من أولويات قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالنظر إلى أثره الكبير في تثمين مخرجات القطاع من الموارد البشرية المؤهلة في مختلف المهن والحرف التي يتطلبها سوق الشغل أصبح للشباب اليوم دورا مهما في كل نواحي الحياة لذا أولت الدولة أهمية كبيرة في سياستها العامة لمدح الفرصة للطاقات الشبانية من خلال آليات جديدة تسمح لها بالاندماج في عالم المقاولاتية إجراءات وتسهيلات أقرتها الدولة لأبنائها تماشي ومتطلبات سوق العمل من خلال إشراك الشباب للمساهمة في الاقتصاد الوطني تحفيزات مكنت من استحداث مناصب شغل وخلق الثروة ترجمة نانسي قنقر